كان سلمية اللي حاول العنف في ثورة 25 يناير جماعة الإخوان ما تقولش المسلمين مالح لكفر جماعة الإخوان فقط لا تقال عليهم إلا جماعة الإخوان فقط أو الجماعة المنظمة أو الجماعة التي كانت تعمل تحت الأرض وتتصل بجهات أجنبية من الإنجليز للأمريكان للفرنسويين طيب في ناس بتقول بلاش تكلموا عن سيناريو العنف كتير أو المواجهات نفيش عم أنا بكلم عن المتوقع يعني حتى بعد إذا ما تخذت قرارات معينة عشان ما تخوفوش الناس ما يحدث على الساحة الآن لا يشير إلى دائرة عنف متسعة بخبرة حك الأمنية شايف الأعمال اللي حصلت في عدة مناطق تشير إلى إيه بخبرة الأمنية ولو بخبرة بالتعامل مع هؤلاء الناس أن هؤلاء الناس لا يواجهوا السلطة القوية ولا يواجهوا السلطة الحازمة أنما يلعبونا تحت العباء يلعبونا تحت العباء بالزاي يعني ما يواجهش أنما يدفع جماعة زي العائدين من الماضي حزب البناء والتنمية اللي 400 واحد دول أذقوهم يعملوا مواجهة يمسكوا بندقية ولا بتاعوا ولا يطلعوا يعملوا مقابل أجر واسألوا من الناس دي لغاية مقامة ثورة 25 يناير كان حلتهم إيه ودلوقتي بقى عندهم إيه ده واحد منهم أحد القتلة اللي قتل 118 من المسلمين من رجال الشرطة من المواطنين في سنة 81 يوم العيد الكبير قدام الناس كلها ده يبقى مسلم ده اللي بيطلع في التلفزيونيات وكيف يترك للآن لم يتم ضبطه والقبض عليه وتخديمه للعداد أستعمل حضرتك في وزارة الداخلية حك فاكر كويس أوي المراجعات التي تمت في فكر الجماعة الإسلامية وبدء الغالبية الغالبية ملتزمين بالمراجعات إنما البعض منهم ركب الموجة مع جماعة الإخوان واستفادوا ماديا واستفادوا شهرة واستفادوا بالحزب اللي عملوه دول البعض اللي إيه اللي رجعوا تاريخيا تراجعوا جماعة الإخوان تراجعوا عن العنف كان قديما جدا قبل الجماعة الإسلامية عن المواجعات التي حدثت الجماعة الإسلامية الجماعة دول كلهم جاءت لاحقة الجماعات الإسلامية هي بين أبناء الجماعة الإخوان الجماعات المتطرفة او الجماعات الجهادية كلهم اساسا طلعين من الاخوان وبعدين يعني رحمة الله